أعزائنا المشاهدين إلى المخزون الفكري وزاد العقل وزاد الفكر إلى مسابقة تحدي القراءة بالعربي وهذا المشروع الأضخم على مستوى المنطقة أو العالم حقيقة بما يتعلق بالثورة المعرفية والقراءة والمطالعة حقيقة بأعداد كبيرة من الكتب كما أشرنا في بداية حلقتنا أن هذا المشروع الضخم المعرفي وهو فكرة رائدة أطلقها صاحب السمو الملكي الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع الأقطار العربية الطالبة رؤى أبوديا حاضرة معنا وهي طالبة بالصفة العاشر شاركت من خلال المدرسة التي تبنت أيضا هذا المشروع وحصلت على المركز السادس على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية المسابقة ليست بسهلة حقيقة هي بحاجة إلى مثابرة بحاجة إلى وقت طويل بالمتابعة بحاجة أيضا إلى مراحل حسب الصبغة العامة لهذا المشروع وهذه المسابقة خمس مراحل متعددة حتى تصل إلى التصفيات النهائية على مستوى الأقطار العربية الطالبة رؤى أبوديا أسعد الله صباحك بكل الخير صباحا من وجه نبارك لك هذا النجاح حقيقة الله يبارك فيك يا رب وأنا أنتظر هذه الفقرة لها علاقة بشغف وهواية وكما وصفتها هي زاد الفكر وزاد العقول القراءة والمطالعة نتحدث عن ثقافات متعددة نتحدث عن فلاسفة عن رؤى عن تحليل نقدي تحليل معرفي من خلال القراءة نتحدث عن هذه المسابقة وكيف كانت ألية وما هي المشاركة من خلال رؤى أبوديا بداية صباح الخير للجميع نحن سمعنا عن مصابقة تحدي القراءة العربي لدينا في المدرسة صراحة في نسبة من الطالبات والطلاب عندنا في المدرسة بيقرؤوا من قبل ما تطلع مصابقة تحدي القراءة العربي فكان لازم نوجه قراءات الطلاب ونحطها بالطريق الصحيح ونستثمرها ونشجع غير الطلاب من غير القارئين نخليهم يسيروا على درب وخطى القارئين فكانت مشاركتنا في تحدي القراءة العربي هي أنسب حل نوجه عقول الطلاب القارئين ونحطها بالمكان الصحيح نسقط الكتب اللي قرأناها على الواقع اللي نقد والتحليل نبرز شخصية الطالب فكان تحدي القراءة العربي من أكبر وأضخم هو أضخم حدث معرفي على مستوى العالم اللي بيوظف القراءة باللغة العربية بالذات في استثمار وعقول الطلبة جميل رؤى أضاف لكم الكثير حقيقة وأضاف للفكر والتعلم اللغة العربية بحور لا تنضب حقيقة معجزة أكيد معنا مادة فيلمية رؤى وأعزائنا المشاهدين سنذهب إلى هذا الفيديو الذي يصل التضوء على مسابقة تحدي القراءة بالعربي وهذه المشاركة من قبل أقطار عربية عديدة وأيضا من جاليات عربية بدول أوروبية ومختلف أنحاء العالم إلى هذه المادة الفيلمية ونواصل مع ضيفة الكريمة الطالبة رؤى أبو دي قراء العربي مبادر الأكبر عربيا وعالميا لتشجيع القراءة باللغة العربية ولما أقرأ إسرع إسرع هيا إسرع ولما ولما أقرأ إسرع إسرع هيا إسرع هيا 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 أنا أقرأ يصبح طبطان يجوب البحر والقلدان أقرأ لأكون أميرة أعيش أحداث مسينة إقرأ لتدخل التاريخ إقرأ لتصل للمريق إقرأ أقرأ هيا أقرأ هيا 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 نترع وكيف كيف كيف أدع ابدأ وقلب الصفحات حلق في سحر الكلمات إقرأ ترى الدنيا تزدال وتزور كل البلدان إقرأ وعش عالم من الخيال سأقرأ وقول بطل الأقرأ إقرأ أقرأ هيا أقرأ هيا 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 نترع سأقرأ 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 شاطر يا خالد أي يريد أحد آخر أن يقرأ؟ تحدي القراءة العربي شارك معنا اليوم عبر مدرستك شارك معنا اليوم عبر مدرستك حقيقة مشاركة نوعية أضافت لطلابنا وطالباتنا الكثير المراحل ليست ببسيطة وسهلة رؤى كما تحدثت لي قبل الاستضافة وأن نكون على الهواء مباشرة تنهيها خمس مراحل رئيسة تبدأ على مستوى المدرسة ثم على مستوى المحافظة أو على مستوى المملكة أو البلد بعد ذلك تنتقل إلى مراحل أتصفيات نهائية والأقطار العربية أيضا بهذا الاتجاه عدد الكتب المطلوبة نتحدث عن ملايين الكتب أو قد تطلب العشرات بشكل يومي بالتدريج عند الدخول بالمسابقة والاشتراك بها الآن عدد الكتب المطلوبة للمسابقة هي خمسين كتاب خمسين كتاب خمسين كتاب قراءتها وتلخيصها قراءتها وتلخيصها خمسين كتاب طبعا يشترى التنوعها فكرية دينية ثقافية جميل علمية تاريخية فيشترى التنوع هاي الكتب وهي خمسين كتاب لكن بدك تتحدث عن كطالب قارئ أصلا هو أكيد ما رح يكون قارئ خمسين كتاب خمسين كتاب نعم في طلاب يعني بيكونوا قرئين مية خمسين كتاب ميتين كتاب فهو الطالب بمساعدة المعلم أو المشرف عليه بيختار خمسين كتاب من مجموعة الكتب اللي قرأها وبيلخصها ممكن يقرأ شيء جديد إضافة على اللي هو يعني قارئه ويلخص من الجديد كمان مره عندك قراءة الخمسين كتاب وتلخيص هذه الكتب كيف يتم تقييم وضع الطالب بما يتعلق بالقراءة والتلخيص من قبل الأستاذ المشرف أم أن هناك لجنة على مستوى المسابقة تعتمد هذا الملخص أو عندها قراءة الكتب تمام الآن إحنا في مدرستنا تحد القراءة العربي في الدورة الأولى كان 1400 طالب شارع في الدورة الثانية صرنا 5000 طالب فكان العدد جدا جدا كبير فبداية كان المشرف يوجهنا يعني مشرفينا معلماتنا مش بس المشرف يعني أي معلمة لغة عربية في المدرسة كانت توجهنا هيك صح هيك خطأ لخص من هاي الناحية هالفصل بحكي عن كذا الكاتب كان قصده كذا وكانت فعلا أربع خمس طالبات يكونوا قرئين نفس الكتاب تكون المعلمة معاهم يعني بلخصه في الكتاب تصير مناظرة جميل من الطالبات في الكتاب اللي هم قرئينه بعد هيك إحنا عددنا جدا كبير فإنه من لواء القواسمة كان 67 ألف طالب مشارك من ضمنهم خمس آلاف طالب من الحصاد لحالها فالعدد جدا جدا كان كبير فتم التصفيات على مستوى المدرسة على مستوى المدرسة الإقبال يعني كثيف حقيقة وجاذب طبعا أسبوعان تقريبا أحنا بنصفي فيهم بشكل يومي جميل وبالنهاية كان الطلاب الصفوة طلعنا فيهم على وجميع أبناءنا الطلبة حقيقة هم من الصفوة طبعا لكن هذه رسالة من خلالك لمن يشاهدنا زملائك وزميلاتك أن نذهب إلى الكتاب وأن نذهب إلى القراءة وكما فهمت من خلال حديثك أضافت هذه المسابقة لكم الكثير وأضاف الكتاب لكم الكثير قراءة تحليلية قراءة نقضية إبداعية إبداعية مهارات مكتسبة لغة سليمة الإطلاع على أفكار وعلى آراء وعلى دراسات وفلاسفة حقيقة بمختلف الصنوف التي ذكرتها متحدث عن كتب متنوعة تقافية تاريخية دينية شعرية فنية أدبية نتحدث عن شيء لا ينضب حقيقة اللغة العربية ونحن أحوج أن نحافظ على هذه اللغة السليمة طبعا ونحن أولى بها لاستدامتها وهي مستدامة بإذن الله أنا أريد أن أشكرك جزيل أشكر لقدومك ونبارك لذويك ولمدرستك ولأصدقائك وصديقاتك حقيقة حصول الطالبة رؤى أبودي على المركز السادس على مستوى المملكة السادس في الدورة الثانية مدرستنا الأولى على المملكة والثانية عربيا والثانية عربيا بأضخم مشروع معرفي على مستوى العالم تحدي القراءة بالعربي وأول كتاب قد يقرأ الطالب أو الشخص هو يكتب بيده أول سطر بطريقه للمستقبل المشرق أقول لك يا مملك نعم صحيح الآن مدارة الحصاد التربوي إلها إنجازات أخرى طبعا أكيد سنفرد المساحة إذا تحدثنا عن هذا الصرحة التعليمي بإذن الله في الأيام الجاي إن شاء الله رح يكون في حفل تحت رعاية وزير التربية والتعليم رح يتم في تكريم جميع الجهات الداعمة لمدارس الحصاد التربوي رح يتوصلنا لجميع هذه المراكز عن مستوى علمي رياضي الدعم حاضر وأينما يكون الإنجاز تكون شاشة أهلا وسهلا فيكم في الحفل نتشرف بالقدوم وهذا ما أؤكد عليها أينما يكون الإنجاز أعزائنا المشاهدين تكون عدسة وكاميرا التلفزيون الأردني حاضرة إلى هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل